اشتركوا في القناة اليوم الخميس من توقيف شخص متطرف موالي لتنظيم داعش الإرهابية بلغ من العمر سعيد وشريفنا وذلك الشباه في توروطه في التحرير لتنفيذ مشروع إرهابي يهدف للمس الخطير بالنظام العام وأوضح بلاغ للمكتب المركزي أن عمليات التوقيف أشرفت عليها فرقة من القوى القاصة التابعة المديرية العامة لمرغبة التراب الوطني والتي تمكنت من ضبط المشتبه في مدينة الضربيضة لما أصفرت عملية الترتيش عن حجز معدات وأجهزة معلوماتية عبارة عن داعنات رقمية وهواتف محمولة وشرائح هاتف ووحدة مركزية وجهازي حاسوب محمولين وهي المعدات التي يجرى حاليا إخضاعها للخبرات الرقمية الضرورية وأضف البلاغ أن كوقيف المشتبه به يأتيك تتويج علاقات التعاون الأمنية المتميز بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وأجهزة الاستخبارات الأمريكية حيث أصفرت عملية مشتركة عن شخص هوية المعنى بالأمر والكشف عن مشروعه الإرهابي وأشار المصدر إلى أنه تم إداعى الشخص الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية وهنا إشارة البحث الذي يجرى المكتب المركزي لأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والكشف وذلك الكشف عن جميع الارتباطات المحتملة لهذا المشروع الإرهابي وكذا تحديد ابتلاذاته سواء داخل أو خارج المغرب وخلص المصدر ذاته إلى أن هذه العملية الأمنية تؤكد مرة أخرى على أهمية وفعالية العمليات الرامية لتحديد مخاطر التهديد الإرهابي كما تبرز نجاحه أو نجاعة التعاون التنائي الوثيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطنية ومصالح الأمنية والاستخبارات الأمريكية في نجال مكفحة الإرهاب وتطرف على الصعيد الوطني أو الدولي كما تشاهدون معنا مشاهدي قناة الشرطيفي كما تنف هذا البلاغ هذا حيث تمكن المكتب المرخزي للأبحاث القناعية على دور العلمات الدقيقة وطرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اليوم الخميس من توقيت الشخص متطرف موالي لتنظيم داعش الإرهابي كي بلغ من العمر 23 سنة وذلك الشباه في تورطه في التحضير لتنفيذ مشروع إرهابي يهدف لللمس الخطير بالنظام العام لذلك تسوره على البلاثة ما كانت البلاثة التطوى ولكن هذا الشاب هذا العمر أجل في عدو 20 سنة كما شاهدتوا أنا هنا الشباه وهو متطرف شخص متطرف موالي لتنظيم داعش الإرهابي كما تعرفون أن هذه الأمور كانت تأدي الناس وهذا الشيء عاقب عليه القانون تبارك الله لنا السجل الأمن وهو قصص متحاة تعليق شاهدتكم العصر نصر للأجهزة الأمنية تحية للأمن الوطني وقالت حال تحية الأمن الوطني لذلك يظهروا على حماية الدال الموطني ودال الشعب الجامعة وهنا مشاهدي القناة شوفت فيك نكون وصلنا لنهاية هذا البلاغ شكرا لكم على حساب المتابعة وتلقوا إن شاء الله في مباشر الآخر بسلامة